شبهة الثانية قالوا الصحابة زاتهم معلقوا الحجبات والتمائم وين؟ قالوا في تفسير ابن كثير إذن تفسير ابن كثير في تفسير صورة المؤمنون الآية 98 وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وشبهة يجيبوها ناس اللي زيروا يقعون بابكروا كلهم قالوا الصحابة زاتهم معلقوا التمائم والحجبات قال ابن كثير وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد إلى آخره أخبرنا محمد بن إسحاق خطخطة محمد بن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وعقابه من شر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه والشبه ودي جايا كلان ومن كان منهم صغيرا لا يعقل يعني من أولاده لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه رواب داود والترمذ والنسائي من حديث محمد بن إسحاق قال الترمذي حسن غريب قال إذن عبد الله بن عمر بن العاص كان بعلق على أولاد حياب أول حاجة الأثر دا ما فيه قبل موارك صحيح ولا ما صحيح ما فيه إنه كان بعلق عليهم تميمة ولا حياب كان بعلق عليهم الزكر دا ربما يكونوا شأن يحفظوا يقروا يكرروا 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 لهم أخوانهم والكوار يحفظوا ربما فيه احتمال لكن القصة ذات ما صحيحة ما صحة أصلا ولا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما فعل ذلك أصلا ولا واحد من الصحابة دا كلام ما صحيح دا كلام ما صحيح الحديث دا الجزء المرفوع إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضب وعقابي لآخر دا صحيح صحيح العلماء الشيخ الألباني وغيره أما القصة التابعة فكان عبد الله بن عمرو يعلق عافعونه قولاده القصة دي ما صحيح لأن القصة دي المحدثين وعلماء الحديث قالوا اتفرد بها محمد بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلب المطلبي محمد بن إسحاق بن يسار وهو عند المحدثين مدلس والمدلس إذا عنعن الرواية تجعل ضعيفة ما بتأخذ فهنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي انفرد بهذه القصة إنه عبد الله بن عمرو كان بيعلق على أولاده دي انفرد به محمد بن إسحاق براو وهو مدلس وجاد معنعنة إذن ضعيفة كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى قال الحافظ بن حجر في كتاب التقريب تقريب التهذيب عن محمد بن إسحاق بن يسار في الصفحة 403 قال صدوق يدلس الرمي بالقدر والتشيع إذن الموضوع شنا يا جماعة موضوع دا منتهي والقصة دي قصة ضعيفة وانا أتعجب والله من الصفية إنهم يأخذوا قصص وأحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم مباطلة وأخرى ضعيفة ما حصلت أصل لا للصحابي ولا قال للرسول عليه الصلاة والسلام أشان الجوزبات تماما والحجبات البيأكل بها الصفية قروش الناس يقول لك ده حجاب من السلاح بـ 25 مليون تدفع للفكي الصوفي أو يقول لك ده حجاب من الدبيب تماشين الدهب أي لابد فيناك في دبايب أكتب لك حجاب من الدبيب والعقارب بكم يعرفينه ده الناس دهب بـ 17 مليون و 525 جنيه طبعا ده لهم بكسورة كده زياد ضرائب شان ما يقدر أنه أخشوفه إنه نقصوا له يخدعهم أو يقول لهم ده حجاب رزق تو يتبيعوا خدار في السوق ده حجاب رزق بكم بـ 9 ألف يا ناس إذا كان في حجاب بيجيب له رزق كان الفكي الصوفي ده شال منك رزق كان شال ليه 9 ألف لو حجابه الكتب والألف من رأسه ده بيجيب قروش هو يبقى محتاج قروش كيف الفكيزات فاتقوا الله يا أخوان طيب فيترقوا لحديث الصحيحة ويذهبوا إلى الباطلة والمكذوبة